اشتركوا في القناة 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 عن هذا الحق اللي في بي حقهم في بيتهم حقهم بأرضهم عم بيدافعوا برمحجار ننصركم نوقف معكم كيف تطلبوا من العالم انه يوقفوا مع اسرائيل اللي بيدباباتها وبجيوشها وبصواريخها وبنادقها الحية كمان عم بيستعمل يقتلوا بصمت يقتلوا بصمت بدكم يدافعوا عنهم عن طفل حامل حجر عن أطفال عم تحمل حجر ما عندهم مش سلاح ما فيش غير هالحجارة اللي عم بيستعملوها من البيوتهم اللي مهدمة اللي هدمتهم اسرائيل عم بيرموا بهاي الحجارة الاسرائيليين وعم بيدافعوا عنهم أنا احنا ما بدنا نطول لأنه أكيد الإعلام أخذ حقه في هذا الموضوع لكن أنا ضد انه التعتيم وضد انه الواحد يقول مبطلت بدي أشوف ما بدي أحكي على التلفزيون صار يقلب القنوات الفضائية احنا بينه رسالة مظبوط رسالتنا رسالة المحبة والسلام والطلق نحنا بدنا السلام بدنا العدالة بدنا الحق يرجع لأصحابه ما بدنا قتل ما بدنا ألم ما بدنا نشوف أطفال عم تظلم وعم تستشهد وأهليهم قاعدين عم بتفنوهم العيلة كاملة عم بتموت عائلات كاملة عم تتدمر بيوت كاملة وأحياء كاملة عم تتاخذ من أيدي أهليهم بدنا نوقف هذا الظلم بدنا كل الدول العالم توقف وتساعد في هذا الموضوع تيقعدوا على طاولة التفاوض ويرجعوا الحق لاصحابه هذا اللي بدنا إياه فأنا مع الحملة الإعلامية أبونا أنا مع الهاشتاقات أنا ضد أنه يقولوا فيسبوك قاعدة عم بتتأثر من المؤثرين عم بتخفف من الفولوورز عم تبعت مسيجات ورسائل وأنا وصلني مسيجات ورسائل من فيسبوك وإنستجرام كمان أنه أخفف من هذه الهاشتاقات لا ما بخفف إن شاء الله كل الإنستجرام يروح وكل الأقامت يروح وكل الفيسبوك يروح وضد هذا الشيء اللي عم تعمله فيسبوك وإنستجرام صحيح فأنا عم بحكي عني شخصيا مضمونا لأسي نقطة دكتورة هي جلالة الملك والهاشميين والعرب وكل المسلمين حول العالم يتفقين عليها إنه إحنا كمان بدنا السلام للشعب الإسرائيلي ولا سلام إلا بحل الدولتين والاتفاقيات الدولية واللي الموافقة عليها اليوناني والمنظمات العالمية وكلها بدنا حل الدولتين حل الدولتين هو اللي بضمن سيطرة كل من الفلسطينيين والإسرائيليين على جماعته على شعبه يعني قبلنا بالهم والهم مقابل فينا قلنا جيبونا السبعة وستين بس لا بدهم كل إشي بدهم كل إشي للأسف أبونا للأسف في بعض الأصوات اللي عادي عم تشتغل من تحت لتحت واللي أهدي عم تشتغل ضد ضد الحق الفلسطيني الفلسطينيين هلا طلعوا بدهم ينالوا حقهم بإيدهم يعني بقولوا لك لا بدنا دول ولا بدنا هذا إحنا بدنا نال حقنا بإيدنا لكن ما بينفع الحق تاخدوا بإيدكم لازم يكون الحق شرعي ولازم دولي وكل دول تكون معاكم تدعمكم أنتوا انتفاضتكم الوطنية الكل بيحترمها كل العالم الآن عم تنظر لوضعكم عم تحترم هذا الوضع اللي أنتوا فيه عم تحترم مطالبتكم بتحترم تسلوعكم على الشارع وضربكم للمعتدي عليكم لكن إحنا كمان كإعلام إحنا عم نحكي على إعلام مسيحي كمن منبر النورسات فلما منطلع ببيانات رجاء يعني إحنا كلنا مع بعض كعرب مسلمين ومسيحيين إحنا كلنا مع بعض فأنا كتير بستاء وبستهجن لما بتطلع بيانات أخي المسلم أخي العربي أخي الإنسان أنت لما بتنادي وبتوجه ندائك أنك أنت بتطالب بحقك فما توجهه توجهه للأخي الإنسان كل الناس كافة أطيافهم واعتقاداتهم واعتقداتهم وكل الأديان هي بتنصر الحق أخي الإنسان أخي العربي لما بتوجه رسائلك ما تخصص لأنه مثل ما خبرناكم نحنا في بداية البرنامج رهبات دير رهبات الوردية اللي بيغزة تعرض للقصف والخراب وفيه يعني جزء كبير منه تهدم فزي ما حكينا الصاروخ اللي ما بيجي على غزة عن بيجي ما بيعرف لا مسلم ولا مسيحي ولا طفل ولا شيخ ولا راهبة ولا شيخ إمام جامع ما بيناقي بينزل وبيهدم فنكون مع بعض النعرات وإثارة الفتن وإثارة الكلام اللي ما إله داعي الآن لازم نكون وحدة واحدة إيد واحد وصوت واحد وطلب واحد هو العدالة والنصر لأهلنا في الأراضي المقدسة فهذا نداء اليوم من وجهه أنا لأب جورج شرايحة أنه ربنا ينصر أهلنا ينصر المظلوم ويرجع العدالة والحق لأهلنا في فلسطين وأهلنا في غزة وأهلنا في أراضي المقدسة وأهلنا وينما كان كمان إحنا منحكي عن الاعتداد كمان اللي اتعرض فيها شعبنا المسيحي في العراق والعراقيين نتمنى أن يعيشوا بالسلام كمان أيضا إن كان في مصر إن كان في لبنان إن كان كل الدول ندعو للسلام في كل العالم تنعيش بسلام بكفي الإنسان عم ينموت وفايروس كورونا لسا لازال عم بيخوص لا بيعرف فيروس كورونا لا حرب ولا عيد ولا عطلة ولا إشي فيروس كورونا هلأ يعني ممتد وللأسف كمان يعني عم بتصير هاي الأحداث بوجود هذا الفيروس فالله يستر يعني وين الحرب وين الفيروس عم بيقتل وبيحصد أرواح فربنا يرحمنا برحمته يعني أكيد الفيروس علينا أحن من إسرائيل سدق يا أبونا الواحد سدق بطل يعرف من وين نجيبها صراحة يعني كل يوم للأسف للأسف على كل من نتمنى السلامة للجميع ودايما تذكروا بعض بالصلاة ونحنا منصلي للجميع نرفع صلاتنا كمان في هذا الشهر المبارك شهر العضرة كمان ومسبحة الوردية اللي بيعم بي بتلوها قداسة البابا وعم بتلوها كمان في لبنان الماراثون أيضا عم بتلوها لأجل السلام في كل العالم فإن شاء الله تستجاب هذه الصلوات وننتقل إلى موضيع أخرى كمان ممكن للحديث عنها برامجنا نحنا لازالت مستمرة ونشرتنا الأخبار للأردن في أسبوع طبعا بكل مواضيحها خلال الأسبوع كمان عم ننشرها على صفحتنا على فيسبوك وكمان أيضا من منهني رئيس أساقفة الكنيسة الأنجلية في رسامة الرسامة الجديدة لأسقفهم رئيس الأساقفة المطران حسام نعوم منقول له ألف مبروك لأنه في كمان تهنئة من رؤساء الكنيات في الأرض المقدسة للرئيس الأساقفة حسام نعوم واليوم هو حاضر للأردن رح يجيب زيارة قصيرة 24 ساعة فإن شاء الله بتكونوا معنا على صفحتنا على فيسبوك لنقل الصلاة الشكر الساعة خمسة للرئيس الأساقفة في أكنيسة الفادي الإنجلية اللي رعيها من حي هذا الصباح القسيس فإن شاء الله زيارة موفقة وزيارة رعاوية هي كمان لزيارة الرعية الموجودة في الأردن لهذه الكنيسة فأهلا وسهلا فيه وإيش في كمان أخبار عنا يا أبونا الأخبار كثيرة ننتقل ننتقل طبعا تابعونا على موقعنا الجديد لسات نحن ما عملناش افتتاح رسمي نورسات جو دوت أورج في ممكن بتلاقوا هذا الموقع الجديد لي إن شاء الله خلال الأسبوع القادمة أو الأيمات القادمة نفتتحه رسميا بحضور مجلس رؤساء كنائس الأردن إن شاء الله فإن شاء الله ويكون ينال عجابكم وإن شاء الله كمان أيضا نتمنى إنه إذا في أي تعليق أو أي ملاحظة على الموقع إحنا مستعدين وقلوبنا ومفتوحة لا سماع أي انتقاد إيجابي أو سلبي يعني نحن نقبل كل النقد ونقبل كل المقترحات فهي بالنسبة لأخبارنا موضوعنا اليوم الإيمان بين الوحي والعقل بمختصر مفيد هو السؤال السؤال لإلك أيها المؤمن إيمانك أنت من وين عم تستمده هل من عقلك أم من الوحي من قلبك فهذا هو السؤال وبتمنى نسمع الإجابات من خلال التعليقات تعليقاتكم على صفحتنا طبعا منحي كل الأشخاص الموجودين على المباشر على صفحتنا ومنصبح على حنان هلسة وساميا شريحة غدير دبور وفيروز الراشد من أراضي المقدسة يا فيروز سلامي إليك يا فيروز إن شاء الله السلام يمطر علينا يا رب السلام أما الحبايب وإيفون حتر إنفادي وليوني أبو جابر وإيمان توزين ونجاتية تومة وساميا شريحة إلى آخره إن شاء الله كمان شوي بحكي التعليقات أيضا لكم بس بداية راح أبونا يعطينا هيك لمح عن الموضوع طبعا بعد ما يعطينا كمان صلا نصلي من أجل العالم ومن أجل السلام في العالم نعم بسم الآب والابن ورحو كدس الإله الواحد آمين يا إله المحبة والسلام والحكمة والفهم أعطينا بنعمة الوحي الإلهي الحق كل الحق شخص يسوع المسيح كي نفهم بكل حكمة إيماننا الذي أنعمت به علينا بكل محبة وإصباء وفهم بكل ما نملك بالعقل والقلب كي يكون إيماننا بكنيستنا الجامعة الرسولية في المسكونة كلها مقدسين اسمك من الآن وإلى الأبد آمين آمين يا أبونا بداية دكتورة أحب أنوه لأن الفكرة يجت أن الكنيسة الجامعة تخص الأسابيع الأولى من بعد عيد الفصح للحديث مطولا بما يسمى أحد القديس تومة والإيمان الذي استوعبه القديس تومة من خلال الحقيقة الكامنة غير القابلة للشك والحقيقة الكامنة التي كان مصدرها العقل والوحي في آن معا القديس تومة رفض أن يأخذ الإيمان بالوحي فقط كباقي التلاميذ مثل ما فيه كثيرين بحياتنا اليوم يحبوا يجمعوا ما بين العقل والوحي فمن خلال شخص القديس تومة أعطى يسوع لكل من آمن ولم يرى التطويب وقال طوبة لكل من آمن ولا تعال يا تومة ولا تكون غير مؤمنا بل تكون مؤمنا هات إصبعك وضعه في جرحي تعال شف محل المسامير تعال ضع إصبعك في جنبي حيث الحربة اللي شفتها طعني بها الجندي تصدقوا أني أنا هو أنا مش خيال أنا مش ظهور مكثف وبعدين بختفي لا أنا هو أنا قمت من بين الأموات فكان إن هذا الإيمان العميق بالعقل والوحي في أهم المعنى بداية أحب مقدمة بسيطة أحكي الاعتقاد الجازم بحقيقة وجود قوة ومصدر للكون فيما يسميه بلغتنا العربية الله أو الإله كيف يستقي الإنسان مثل ما تفضلتي هذا الإيمان أغلبنا إحنا المسيحي جيلنا مثلا أخذنا من العماد من مدارس الأحهد من الكاهن من الراهبات من أهالينا ووصلنا لمرحلة في ناس كمل عليها ويتعمق بالإيمان واستوعب وحي الله لأنه الوحي هو لكل الناس أكيد ولكن في ناس بحياته بكتفي باللي أخذه وبينشغل بحياته بسبب المشاغل الدراسة والوظيفة والهيكا وبصير الإيمان بالقلب وما بينمي بالعقل ويعني بيكون فيه شوي ناقص بحاجة لتنمي وفي ناس بتكرس كل حياتها لله تعالى من خلال الوحي ومن خلال العقل في آن معه حتى لو كانوا أطباء مشهورين وبيداوموا من الصبح للليل بالمستشفيات وبين العالم أو موذيعين عندهم فل تايم بشغلهم الإعلامي وما في وقت لعباداتهم التقوية اليومية السهلة من مسبحة الوردية من تلاوة الأبانة من الصلوات اللي ممكن الشخص حتى لو ما كان إنه هو شخص مكرس إنه في عنده إشي ما يسمى الفرض الإلهي اليومي إنه لازم يتلوه لا أنا بحكي عنه الشخص العلماني لأنه الشخص المكرس هو أكيد هذا إشي بنسمى الفرض يعني مش بكيف إنه بس لأني أنا نذرت حالي وحطيت حالي لها الدعوة فبحاجة إني أنا أنمي هالإيمان الشخصي في حياتي ولكن إحنا اليوم دعوتنا للإنسان المؤمن اللي اليوم عم نتخبط في أمواج الحياة العاتية كل يوم تطلع عنا أفكار جديدة من كنائسنا المسيحية اللي يعني لا يجوز إنه طلعوا منها هالأشخاص وعملوا جماعات مسيحية بيدعوا إنهم مسيحيين وهم في عقيدتهم ليس مسيحيين مثل شهود يهوى مثل النيو إيج مثل البدع الكثير والهرطقات اللي بيطلعوا من كنائسنا هم أشخاص عاديين وبيأسسوا مجموعات منفصلة ومنقسمة عن الكنيسة وبصيروا يحكوا إنه الإيمان هو في شخص يسوع المسيح كنبي كباقي الأنبياء تمتع بالقدرة الإلهية الفائقة اللي يصفها الإنجيل وهيك يعني بنكون إحنا قتلنا عقيدتنا وإيماننا وسمحنا للمنطق والعقل أن يتغول أن يتغول المنطق والعقل على الوحي يجب أن يكون هناك كفتي ميزان يعني يكون متساويتان ما بين العقل وما بين الوحي وهذا أجمل ما في الإيمان إنه إيماننا منطقي إيماننا عقلاني لا يستطيع أي إنسان عقلاني فيزيائي كيميائي متعلم مثقف اليوم أنه يوقف أمام هندسة هذا الكون العظيم توازنها الطبيعة الفائق القدرة والدهش والجمال أن يقف أمام هذه العظمة ويقول أنها صدفة أنها نتجت عن تحليل كيميائي أو انفجار أعظم أو صدفة كيف كل هذه الدقة المتناهية لماذا ميز الله الإنسان عن باقي المخلوقات حتى الثديات منها حتى الشمبانزي والقرود والحيوانات اللي بيحسها أنها قادرة أن تعتمد على نفسها ميز الله الإنسان بالعقل لكي يستوعب الوحي إنسان بدون عقل كيف يستطيع أخوة الأحباء أن يفهم الوحي إذن يأتي الوحي أيضا لأساسية وخلفية لأرض خصبة هي أرض المنطق وهي أرض العقل إحنا بمحبتنا المحبة تفرض علينا أن نستوعب حتى ليس فقط الوحي الإلهي أن نستوعب الآخر المختلف عني في حياتي كيف أستطيع أن أحب الإنسان المختلف ولا بل أكثر من ذلك الإنسان المؤذي والإنسان اللي يشاهر سلاحه في وجهي كيف أستطيع أن أظهر سورة الله تعالى في وجهي في تعاملي في أخلاقياتي في حياتي نعم إخوتي الأحباء الإيمان كما يصفه القديس بولوس أن الإيمان أولا ومن ذلك تأتي الأعمال كإضافة الضرباء ككل الأعمال الطيبة وتالي لا يوجد هناك إيمان جاف بدون أعمال ويقول القديس يعقوب دائما أن الإيمان بدون أعمال فهو ميت ليس حي كيف نحي إيماننا إخوتي الأحباء في حياتنا اليومية من دون هذا زخم الحب العاطفي الاستيعاب الآخر القدرة على تنفس الانسجامي في أعماق نفسي البشرية عندما أشوف إذاء الآخر أو اللحجة العالية الصوت العالي شخص من مجرد أعمل غلطة بسيطة هفوة لا أقصدها شوف ردة فعل الآخر اللي يعصف ويقتل ويدفش 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 في حياتنا ويشوفها الأشخاص اللي عندهم طاقة سلبية قوية بحياته بده زي ما بسميها بالعامية زي فشت غل بده لاقي أي شغل أي شخص قدامه طيه يسقط كل هالزخم الطاقة السلبية اللي في حياته كيف أستطيع بابتسامتي أن أسكن جراحات هذا الشخص المتعب المريض المهموم ولا أحكم علي بأنه شخص سوف يأذيني وأنا بدي أدافع عن نفسي وهذه المصطلحات اللي بتأجج الحرب ما بين المجتمعات أوش الحرب في داخلي والحرب مع أخي الإنسان والحرب السياسية اللي عم بشوفها صارت في أبشع صورة غول الإنسان على أخيه الإنسان وطمعه وجشعه واستعماره واحتلاله وتعذيبه وتهميشه لا بل وقتله هذا كلياته بغياب الإيمان الإيمان الحقيقي إخوتي الأحباء ليس عقيدة وفكر محض في حد ذاته بل هو عمل محبة وانسجام وسلام مع أخي الإنسان الآخر المختلف نعم دكتورة يعني الموضوع لو أظل أحكي ساعات فيه عندي استعداد عندي طاقة العقل والإيمان والوحي عبينما الشباب يحضروا أبونا الاتصال مع أبونا فرحه جزين شباب جاهز الاتصال للسبعد أبونا في أسئلة يعني عم تتراوض بين الشباب الوحي نعم بقولوا لك إنه في ناس كتير إنه لا يؤمنون بالوحي لأنه يعني بشري إنه مثلا العهد القديم يعني مثل واحد من الأسئلة بقولك العهد القديم كلية وكان من وحي الأشخاص اللي كتبوه كان كتبوه من وحي فيه ضغط هنا دكتور نعم فيه فرق بين الوحي والإلهام الإلهام الإلهام غير الوحي الوحي هو خلص مباشرة من الله بيعطيكي إشي والإلهام أنت الأشياء اللي عاشوها التلاميذ بحياتهم الله عطاهم قدرة للإلهام إنهم يعبروا فيها بلغة الله عن ما حدث مثلا مثل موسى النبي كان يتكلم كان يتكلم مع الله طبعا ما كان يشوفه ويسمع صوته يوحيله بالأمر فهذا هو الوحي طبعا فعشان هيك بدنا نحكي للأخت اللي عم تسأل إنه فيه فرق بين الوحي والإلهام الوحي الوحي هو صوت الله مباشر أعطى الوصايا لا تقتل لا تزديل نعم مثل اللي كان مع موسى النبي مع إلي نعم إن شاء الله دائما أبونا اليوم موضوعنا غني وعميق لكن منحاول نحن نبسط للمؤمن اللي عم يسمعنا لأنه فعلا فلسفي لهوتي أخلاقي أخلاقي ممكن أو حياتي كمان لأنه عم بيخص الإيمان بين العقل والوحي فتفضل أبونا شكرا لكل حال ما في شك أنه حادثة ثومة مع السيد المسيح نعم بتساعد الإنسان أن يأخذ الموقف ما بين العقل والإيمان ما بين العقل اللي هو الثومة بدو يؤمن بواسطة العقل وما بين السيد المسيح الذي ينادي بالتطويب لكل من يؤمن ولم يرى ثومة لم يؤمن إلا بعد أن رأى أثار الجراح في يدي المسيح وجنده نعم وبذلك يكون هذا رسول مثالا لنا في الإيمان ويفهمنا هذه النقاط الثلاثة أولا ما هو موضوع الإيمان ثانيا ما هي شروطه ثالثا ما هي ثمرة الإيمان حتى إذا ما زدنا إيمانا راسخا بالمسيح القائم من بين الأموات نستحق أن توجه إلينا كلمة المسيح طوبة للذين يؤمنون ولم يره أولا موضوع إيمان ظهر السيد المسيح عشية قيامته لتلاميذه المختبئين خوفا من اليهود وقال لهم السلام عليكم وقلدهم سلطان الحل والرب بقوله من غفرتم له خطيات تغفر له ومن أمسكتم عليه الغفران يمسك عليه وبذلك رد طريح على أولاك الذين يدعون أنهم يعترفون للمسيح مباشرة ولا حاجة للاعترافة مملكاه واعتقد لو كان المسيح منظورا على الأرض لهرع هؤلاء الخطأ إلى الكاهن مباشرة للاعتراف عنده خوفا من نظرات المسيح الفاحصة على مثال اليهود الذين عندما ظهر لهم الرب على جبل سيناء قال لموسى من الخوف كلمنا أنت ولا يكلمنا الله لألا نموت عرف التلاميذ يسوح حق المعرفة بعد أن راهم يديه وجنبه وأثار الجراح ما تزار بادي عليه واعترف به ابن لله فالمسيح القائم بين الأموات الذي يحمل في جسده أثار الجراح والصلب هو موضوع الإيمان كل من يؤمن به وهو لا يزال إلى اليوم وإلى مدى الظهور مع كنيسته وإن كان بشكل غير منظور تحت أشكال الخبز والخمر في القربان المقدس الطال سأكون معكم كل الأيام إلى منتهى الثال ما هي شروط الإيمان أخبر التلاميذ زميلهم تومى بقيامة المسيح فلم يصد وصرح قائلا لن أؤمن ما لم أضع يديه في موضع الجراح في يديه وفي جنبه وبعد ثمانية أيام ظهر يسوح ثانية للتلاميذ ونظر إلى تومى نظرة العاتب الإسم وقال لتومى تومى هاتي إصبعك إلى هنا فانظر يدي وهاتي يدك فرح في جنه ولا تكن منكرا بل مؤمنا لما رأى تومى صدق وكان عليه أن يصدق وعود المسيح لترميده لأن المسيح قد أثبت وعوده وكلامه بالعجاب والمعجزات وستمعه يقول أنه قادر على نقض هيكل الله وبنائه في ثلاثة أيام كان عليه أن يصدق أقوال إخوته الرسل الذين أكدوا له قيامة المسيح لكنه لم يؤمن حتى رأى عندها سجد وقال رب وإلهي كثيرا ما نتشبه نحن بتومى إذ ننسى تعاليم المسيح بالإنجيل المقدس وننسى معجزاته وننسى قيامته ونطالب على مثال اليهود المزيد من العجاب الفورية حتى نؤمن فالمؤمن الحقيقي هو الذي يؤمن بالمسيح وبتعاليم المسيح كما جاءت في الإنجيل المقدس ولا يزعز إيمانه لا الأمور التي تمر عليه في حياته مهما كانت صعبا ولا ما يرى ويشاهد من شكوك في حياة الكنيسة ومن لم يؤمن بكتاب المسيح لن يؤمن حتى لو شاهد العجاب كما قال يسوه في مثل العازر والغني إذا لم يؤمن ابو موسى والأنبياء أي بكتب الأنبياء لن يؤمن حتى ولو قام واحد من بين الأموات فأساس الإيمان إذن هو الضيق لكلام المسيح الذي جاء في الإنجيل المقدس نعم أساس الإيمان هو الضيق لكلام المسيح الذي جاء في الإنجيل المقدس ثالثا وأخيرا ثمرة الإيمان ثمرة الإيمان هي السلام والفرح أول كلمة فاه بها السيد المسيح بعد قيامته عندما ظهر للتلامين هي السلام عليكم والشعر بالفرح يقول الإنجين ثمرت الإيمان الأولى إذن بقيامة المسيح هي السلام الذي لا يعرف العالم والسلام الذي لا يعطيه إلا الله لا سلام للمنافقين ثمرت الإيمان الثانية بقيامة المسيح هي الفرح فرح الانتصار على الخطيئة فرح الضمير الصافي فرح من يؤمن إيمانا راسخا بالمسيح وفرح من يأمل أن يسمع المسيح يقول له طوب لك يا من آمنت ولم تر أتوقع هذه الكلمة ممكن تساعدنا وتساعد كل إنسان متردد في إيمانه حتى يعتمد على كلام المسيح الموجود في الإنجين المقدس وهو أساس إيمان المسيحي والكنيسة وشكرا شكرا لك يا أبونا شكرا لهذا التنوير يعني كمان المنطقي والعقلاني ففعلا الإيمان الإنسان عليه أن يعي يريد أن يؤمن وكيف يؤمن ولماذا يؤمن ومن أين يستمد إيمانه يعني هذه أمور حياتية لازم الواحد يبحث فيها أبونا خلال حياته زي ما توضل كمان أبونا جورج يقول أخلقنا نحنا وإيماننا كان يعني موجود إيمان أهلنا إيمان عائلتنا ومن أي مصدر نحنا نستقيه لكن إيمان الشخصي نحنا اللي دايما عم نطلبه من المؤمنين أنك أنت تثبت إيمانك وإنت اللي تطلبه وتطلب كيف بدك تؤمن وكيف إيمانك يكون وعلى أي أساس وخاعدة شكرا لك يا أبونا تسلام أبونا تسلام شكرا شكرا يعني عن جد ثمار الإيمان اللي حكاه أن أبونا فرح يعني ما بدي أحكي مصطلح غلط لا سمح الله بس هي يعني هي مش بتطب مع الإنسان بس هي يعني بتخليه يخل المكافأة اللي هي أنه أنا شو هالإيمان بهالمتافيزيك وهالوجع خليكم على الأرض يعني بلا فلسفة وخليكم منطقية طب شو أنا ليش بدي إيمان يعني إذا كمان يعني خليناها يعني اقتصادية منفعة متبادلة أنا ليش بدي الإيمان عشان أعيش هالسلام عشان أعيش هالاستقرار يعني دكتور ما فينا اليوم نحكي ولا بأي يديم عن الإيمان بمعزل عن الأخلاق لأنه الكتاب الجديد لدكتورك العادي إن شاء الله راح تقدمي لياك كتابي الجديد يحمل عنوان فلسفة الأخلاق وشرائع الضمير حلو فلسفة الأخلاق بمعزل عن الأخلاق الأديان والتعبير عن الإيمان مفضوح يصبح تدين وليس إيمان تدين شكلي باللباس بالمظهر الخارجي وبعيدا عن الداخل الناس للأسف وبعيد بحكي للأسف اليوم الناس بتهمها الشكل الخارجي اللباس يعني لما بدك تفوت تعمل مقابلة مع شخص بتشوفه لابس البذلة وقاص شعراته بنقلبها اللحية ومزبط حاله والأطور بتتفحفح منه بتقول هلا هذا المدير بدي يعمل معي مقابلة بكون على أهبة الاستعداد بينما إذا يوم من الأيام كان عندي مقابلة وفتت لقيته لابسه ترينينج وشكله ومش من العاد بصير أحكي معاه بطريقة أقول لك لو الوظيفة بتتزبط من هذا بتديش إياها يعني أقل من احترام إلى أنه مظهر خارجي هذا في جدلية كبيرة دكتورة وبدخل فيها الإنسان أنه هل الشكل الخارجي أم المضمون الداخلي أم الاثنين معا كمان هاي بتعكس صورة وثمرة من ثمار الإيمان اللي هي كمان زي ما حكى أبونا السلام كمان أنا بحكي الأخلاق العالية عشان الآخر يتقبل إيمانك ويتفهم أقل ما فيها إذا ما بدنا يقول يكون زي إيمانك بس يتفهم ويتقبل إيمانا بد يكون أخلاقك راقية أخلاقك عالية كديش لما منلتقي رجال دين يعني التقيت مع البوذيين كثير بالسفارة تايلاند في مؤتمرات مع الرجال الدين البوذيين نلتقي دائما إسلام ومسيحية بكل المؤتمرات بصير بعمان بفلسطين كان فيه مؤتمر دولي لين طلع عنده لفترة معينة ويكون فيه كمان من ديانات أخرى هذا كله بتحس أنه فيه رقيب الأخلاق وإحنا كنا مختلفين بالعقائد وبالإيمان بشكله الجوهري إلا أنهم يحترمون ويحترمهم بيكون فيه أخلاقيات عالية بتخليني أتنور وأسمع ثقافات الناس بس إذا كانوا أخلاقه حادة وشرسة في التعامل مع الآخر وشايف الحقيقة من منظور رواحة فقط وأن لا حقيقة تكمن في المطلق إلا في هذا الشيء اللي أنا بتبني بالصورة لله الله بوحيه كشفها لنا نحن خلينا نقول اليهود ولا الهندوس ولا أي دين آخر ما بتوصل فبالتالي من ثمار الإيمان أيضا دكتورة الأخلاق نعم حلو جميل أبونا أبونا في أسئلة كمان عم تورد على أنا ما بحب أني أأثر بحدا ببعاتلنا لأنه بصراحة مجهود مجهود يعني أنه يكونوا معنا حاضرين ويبعاتلنا أسئلتهم أنا بحيي أمال حبايب الإيمان التزام وليس رأي فقط سامي الشرايحة وكلام أبونا فرح رأي الله يعطيك للفعافية سعاد ميخايل أبونا فرح دامن يسمعنا درر من الحكمة والإيمان ربنا يبارككم ويبارك خدمتك الإيمان عبير ربضي وباسم سبير وعمر ماريوم عمر ومناحي قاقيش في راس بورس شحادي وجورجيت فرح شقار وفيلمين نصر بعض السؤال نصر مسيح قام من بين الأموات حقا قام يا أخت فيلمين أكثر من رائع يا أبونا ماذا عن الإيمان الفطري بتتساءل للذين يؤمنون بدون تعمق وقراءة متواصلة في الإنجيل هذا كل واحد حسب ما وهبته قدرس عنده ذكاء بدي يحلل نعم هل التعمق فلسفيا وروحيا وبحثيا يشتت ويشكل فكر المؤمن أم يساعده بربط الإيمان الحسي الطبيعي بالإيمان العقلي والكتابي هذا السؤال جيد أم يكون قد حاله الواحد تفوت به الموضوع مش قد حاله أعرف حدوده لكن هنا عم تحكي أن يتعمق اللي عندك إمكانيات أكاديمية تتعمق بالموضوع وتفوت فيه أما أنت زنمي ثقافتك على قدك وشهايدك على قدك وهذا خليك بالإيمان اللي أنت بتقدر تستوعبه أما بدك تفوت في القضايا الجديد والفلسفة بدك تكون متخصص معك ماستر معك دكتورة بالفلسفة إيش يقلوما لأنه لما نفوت في عمق الفلسفة في أشياء أنا ما بقدر أستوعبها ليش إحنا درسنا بجامعات لأنه في ناس مفهموا أكثر مني يدرسوني وهيك المواهب الروح القدس عند أبي نعم كيف نؤمن وما هو المطلوب مننا لإيصال هذا الإيمان للمتشككين والمتأرجحين بإيمانهم والإيمان بدرة تزرع في البداية داخل الأسرة الصغيرة ثم الكنيسة وإذا توفرت الإمكانيات في المدرسة مع محبتي واحترامي وتقديري بالإيمان والأعمال نتبرر جميل ما قلت يا أخت فيلمين وهلأ إحنا كمان نرجع على السؤالك اللي أنت كيف نؤمن وما هو المطلوب سعاد مخايل صباحكم مبارك وميلاد اسكندر وسعاد إيلن إنشيوات وحياة عماري نجوة إنشيوات ومعنا من أراضي من أمريكا كمان يوجين حلو صليبة أهلا وسهلا فيكي وجميع لي على البث المباشر وأيضا قبل أنه ما يدركنا الوقت نجاوب على الأسئلة اللي هو الالتزام أبونا زي ما تفضلت الأخت فيلمين نرجع لسؤالها لأنه عم بتردد وعم بتكرر من عدة أشخاص كيف نؤمن وما هو المطلوب مننا ليصالي هذا الإيمان يعني كيف نؤمن إنه كيف إيماننا بدنا نعبر عنه وكيف بدنا نترجمه على أرض الواقع فاتفضل أبونا بالضبط كمسيحي الإيمان منطلق أساسي وعلاقة شخصية وحقيقية بالقائم من بين الأم الشخص يسوع المسيح بداية بيكون في صلة يومية مع يسوع المسيح من خلال التأمل بالأيقونات بالكتاب المقدس من خلال التأمل بصاحبه الموسيقى أحيانا في أجواء خشوعية تأملية وغالباً يفضل إنها تكون داخل الكنيسة بتشم ريحة البخور بتشوف تمايل الشمعة اللي عم بتذوب تحترك عشان تنير ما حولها أن تصلي بكل حواسك وخصوصاً من قديس إرناطيوس الأنطاكي بخص الصلاة بالنفس بالتنفس يعني حتى الصلاة ارحمني يا رب أنا عبدك الخاطئ ويطلع النفس بكبس هذه كلها الهرمونات بالجسم تفرز أشياء استرخائية بالعضلات هرمونات بتساعد الإنسان إنه يصلي اليوم لما منحكي الإيمان بالعقل بدنا نستخدم كل الوسائل العلمية المتاحة من علوم وتكنولوجيا لإدخاله بجو صلاة حقيقية ألتقي فيه بشخص يسوع المسيح اليوم الناس مكيفة إنها بتروح على المسرح بتحضر مباشر لأم كالثوم بتكون أم كالثوم موجودة بتغني من خلال التقنية الحديثة هاي اللي عم بعملوها فما بالك مع يسوع المسيح أستطيع أن أحضر شخص يسوع المسيح أني أشوف وأنا شخصيا دكتور دائما بحكيها ما بخجل بحكيها قدامي الكل أني أنا قاعد أستطيع في تأملي أني أشوف شخص يسوع المسيح أمامي وموجود وأحس فيه بالحوالي بالغياح بالبرد بالرائحة ليش إحنا من حد الكنيسة وأنه كل البيوت المسيحيين هي بيوت لأله وكل بيتي يرفع فيه البخور هي بيتي الصلاة يحضر يسوع بلتقى اثنين باسمي إذا كان يسوع بيحكي أنا الثالث من بناته ولكن الزخم بالكنيسة أنه كل حواسك بتشتغل يستطيع بالمنطق العقلاني أن ترى يسوع المسيح حاضر أمامك مش أن تلمس الجسد أنا بحكي إذا كان عندي أنا الإيمان أنه الخبز والخمر عم بتحولوا لجسد ودم يسوع المسيح وليس شكليا مش هذا سيفونير المولو النعمة هو حقيقة سر لا نراه ولا ندركه بالحواس أصلا هي الأسرار هي العلامات الحسية عشان للا منظور أن يستطيع الإنسان بمشاعره أنه يحسها هذا الزخم دكتورا هو اللي بيساعد الإنسان على بناء الإيمان المبدئي الأساسي اللي وصله بحكم أخده من أهاليه من معموليته من كنيسته هذه هي البذرة الأساسية انطلاقا من علاقة أولا علاقة شخصية مع الرب يسوع المسيح ثانيا من خلال الاندماج بالأعمال كل حسب موهبته وكل حسب إمكانياته دكتورة باسمة بالإعلام وجه مقبول صوت مسموع مؤثر بالعالة بسير تحكي اختبارها الشخصية مع أمها هي بصغيرة مع عائلتها مع كده وشوي شوي بتوصل بتأثر بأشخاء بسيرهم وكمان يفتشوا عن كيف ينموا هذا الإيمان بس يجب أولا أن يكون هذا الإيمان موجود أصلا يعني البذرة الأساسية أخذناها كمسيحي معمد يعني فيه يا أبونا زي ما بيحكوا العقل هو المعبر للإيمان أم الإيمان هو المعبر للعقل يعني إيمانك مستمد لأنك أنت درست واقتنعت وعقلك بعلمك وثقافتك وإثبتات ونظريات أثبتتها من خلال العلم ومن خلال عقلك وعشان هيك تؤمن أحيانا الموضوع مو هيك الموضوع أنه الإيمان هو المعبر للعقل أنت مؤمن بالبداية ومن ثم تبحث وتسأل وتدرس وتتعمق يعني بالمواضيع الإيمانية مش أنك أنت عم تدرس وتتعمق وتدرس اللهوت والفلسفة اللي كي تؤمن لا يعني من الناشرين يكون مثل توما لازم يشوف ويلمس ويحس لأنه هذا هو الأصل اللي حكي من البداية عن الموضوع الوحي الوحي أنا دايما بحكي يعني أنه العقل من بداية استعمالنا للعقل في موضوع التكنولوجيا والتطور العلمي والنظريات كثير في نظريات أنشئات من مئات السنين وأثبتت خطأ يعني العقل اللي فكر وعملها النظرية وأثبتها وبعد أكم من سنة أثبتت هاي النظرية خطأ إذن هل العقل أنت تثق فيه وبحكمه مية بالمية هل العقل هو الحقيقة المطلقة يعني أنت تفكيرك وعلمك وعقلك هل هي الحقيقة المطلقة اللي بيطلع منها حقائق مطلقة مية بالمية صح أكتب لا فإذن احتمادك على إيمانك إذا ما كنت تثق في العقل الذي يخطأ فبماذا سوف تؤمن بماذا سوف تثق هل أنك أنت تثق بالوحي نعم أثق بالوحي لأن الوحي دخل في أمور حياتية مستحيل كان العقل والعلم يبحث فيها مثلا أصل الوجود الحياة الآخرة حياتنا نحن كبشر خلقنا هذا كل ياتهم ما جاوب عليهم العقل ما جاوبت عليهم الاختبارات جاوب عليهم الوحي الوحي اللي نزل على أشخاص وكتبوا في هذه المواضيع فأنا أؤمن بهذه الأجوبة اللي بتحكيلي عن الوجود والخلق وأصل الإنسان ونهاية العالم ونهاية الإنسان استمدت معلوماتي وإيماني في هذا الشيء من الوحي وليس من العقل بتلحكيت أنك تثق في عقل يخطئ أم في وحي يعني ما بتقدر أنك تحكم أمثل كثير كروية الأرض بيضوية الأرض النظر والبصر كيف كان هل تعكس العين كان يفكره أن العين زي الضو هي بتضويتها تشوف بعدين تشوفوا الأشياء المضيئة يعني كثير في أبونا نظريات أثبتت خطأها فما بتقدر تثق بالعقل مئة بالمئة أنه هو اللي يعطيك الحقيقة أو هو مصدر الحقيقة فعندك إيمانك لازم يستوحى من الوحي لازم يكون في جزء كثير كبير بإيمانك من الوحي بالضبط فاللي بيلغي الوحي بيلغي الوحي من إيمانه بنحكي له إيمانك ناقص يعني باعتماده على العقل لكن إحنا ما عم نفصل التنين كي نلغي الآخر يعني جميل جدا أنه إيمانك هو المعبر لا العقل وتبحث وتستزيد أكتر وأكتر في التعمق في إيمانك فهون إحنا بس نحبينا في النهاية أنه نميز بين أنه موضوع اللي الناس العقلين بقولك أنا بس إيش في النظريات المثبتة والعقل تطق بشي ممكن يخطئ أم في الوحي اللي مستحيل إنسان إنه يخطئ فيه يعني لما بتقولك وحي مين بده يدرس أو يقولك إنه كان موسى غلطان ما نزل عليه كلام ربنا ما في حدا رعي يدقل في هذا الموضوع ويثبت هاي النظري إنها غلط لكلام ربنا مع موسى فما في حدا فهذا وحي الوحي اللي جاء فيه وجاء فيه الوصايا العشر ما حدا بقعد بها اللي بينقض الوصايا العشر اللي استوحت من إجت بوحي من الله على يد موسى ما حدا بتخطيه أما العقل نظريات العلمية نعم يبحث فيها بعد سنين ويكتشفوا إنها كانت صح أو خطأ فبنهاية نحن يجينا على نهاية حلقتنا ولكن نحن مستمرين معكم ننهي معكم على الفيسبوك بعد ما ناخد هذا الفاصل مع بيروت بنشكر كل اللي كانوا على البد في لبنان وفي عمان اللي نقلونا هذه الحلقة على التلفزيون وأبو نجور شراحة بنشكره على المعلومات اللي عطانا إياها والشرح الذي أعطانا إياها أيضا عن موضوع الإيمان والعقل والوحي وأيضا نشكر أبونا فرح اللي كان معنا هذا الأسبوع وكعادته في كل أسبوع نتمنى السلام للجميع نتمنى تعيشوا دائما بالفرح والصحة والسلام لجميع الذين يطلبون السلام صلاتنا في هذا الأسبوع المبارك لحين نلقاكم الأسبوع القادم أنه يعم الفرح والسلام جميع النفوس يعم الهدات البال يعم نطلب السلام لكل أفراد عائلاتنا نطلب السلام لكل القلوب المتألمة نطلب السلام وهدات البال لكل من يطلب السلام فصلاتنا وصلات الأباء الكهنة وصلات كل العالم مع بعض نحن صوت واحد السلام يا رب إلى قلوبنا وبيوتنا وبلادنا آمين شكرا أبونا وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله صباحكم نور عدنا إليكم أعزائنا ومتابعينا الآن على صفحتنا على نور ساد جوردان إحنا ما حبيناش إنه نقطع عليكم البث أحبينا نرجع نصبح عليكم مرة تانية والأشخاص اللي نضموا لنا كمان على المباشر شفاء حداد يصعد صباحك صباحك نور روز عبد ربو صباحك نور ونجيبة هرمز ومها نجار وروزالي مفالد كمان أيضا صباحك نور وأرزي ثابت صباحك نور وفي عندنا كمان أبو ثينا عبد الله الضبعين صباحك نور منيح لحطها الاسم الثاني العيلة بالعربي بعض الأحرف بالعربي صعب كتير بالإنجليزي تقراها أمل حبايبي رجعت لنا صباحك نور أمال وفاتن يونان وعائلتها عم بتصبح علينا وأمل حبايبي بتقول ثلثاء حاملات الطيب اليوم عمر ماريو صباحك نور يا عمر ماريو شكرا لمرورك ومشاهدتك ومشاركتك معنا لهذا الصباح فاتن يونان صباح الخير والمحب بالإيمان هو الثقة بالله نعم هو نعم الثقة سعاد مخائيل طوبة للذين آمنوا ولم يروا وأرزي ثابت بتقول صباح الخير سلام المسيح معكم من لبنان إلى الأردن الحبيبة نحن نؤمن بعمق إلهنا وربنا وإلهنا يسوع المسيح من خلال التزامنا المطلق بتقوصنا وعاداتنا الموروثة من أجدادنا بالفطرة فديننا لا يحتاج لفلسفة وتشعب في الأراء والأفكار هذا من وجهة نظري الشخصية شكرا يا أرزي لمرورك وشكرا لهذه الملاحظة ونتمنى نشوفك أكتر ببرنامجنا وأيضا أكتر في ملاحظاتك اللي من قدرها الدكتورة أحب أحكي لأرزي ثابت أنه هناك فروق فردية بين الأشخاص من حيث كيف يستقي إيمانه يعني ما بنقدر نعمم طريقة اللي حكتها هي طريقة جميلة كثير وفي ناس يعني غالبية الناس بتبنوا هاي المنهجين بس في ناس لأ بحبوا الفلسفة كعلم محبة الحكمة نعم بس لكن أحيانا إذا التعمق والفلسفة أبونا بيبعدنا عن الإيمان يعني عشان هيك إننا قلنا إنه الإيمان هو المعبر للعقل إنه أنا أنا أؤمن والعقل لما بدي أستعمله في البحث عن الحقيقة هو الاستزادة مثلا والمزيد من الفهم بس من باب إيماني وليس إنه لا أنا بدي أبحث عن الحقيقة عشان أؤمن عشان أؤمن هاي تعقدت المسألة نعم نعم بسير هو بدي يكشف الله الله يكشف عن ذاته للذين يسيرون معه نعم صح مظبوط سعاد مخايل بتقول إيماننا المسيحي هو الإيمان بتعليم المسيح والإنجيل أكبر دليل على علاقاتنا مع ربنا هو إيمان عميق وضح من أجلنا بموته وصلبه أكبر دليل لنا صحيح يعني إذا تؤمن بموت وصلب السيد المسيح هذا أكبر إيمان لا شك فيه فكيف تشك بس إحنا منحكي عن موضوع تومة ومثل تومة اللي شاهد يسوع على الصليب شاهد يسوع وكان معاه يعني رسول كان معاه رسول ويستمع إلى تعليمه وعاش معاه وفي النهاية لم يؤمن إلا لما يشوف ففي عنا نحنا بناتنا عدد كتير كبير من هدول الأشخاص اللي أنا ما بأمن إلا بأمن إلا لما أرى أحط أصبعي وحط على جنب جنب يسوع تأشاء إحنا كتير على فكرة يعني ممكن أنك أنت مش واعي لهذا الشي بس نحنا في حياتنا نعم لا نؤمل إلا إذا رأينا بس مش بكل المواضيع بموضوع الإيمان لازم نحنا نميز يعني إيماننا ما بتطلب مننا هلا أنه نشوف ونرى ونحس ونتلمس ولازم أشوف عبجوبة عشان آمن إنه موجودة العذرة ولازم أشوف عجوبة عشان أقول إنه يسوع موجود لازم هذا الشي يتحقق لي طلبته من ربنا إذا ربنا موجود لازم يعمل لي هذا الشي إذا ما عمل لي إياه إذا ربنا مش موجود يعني منحط دايما إيماننا في اختبارات مع ربنا مع ربنا والقديسين ويسوع المسيح ومريم العذرة كثير منحط إيماننا في اختبارات عشان نؤمن يا بتؤمن بثقة مطلقة يا أنت إيمانك لازم تدرس وضعك في موضوع إيمانك المتشكيك فيه وتزبط حالك الدكتورة قبل ما تكمل التعليقات بالعادي بالوعظة لما بطلع بعوض في نفل ممنوع أتجاوزه لأنه اللي قاعدين مقابلي هو من فؤات ونوعيات مختلفة فيهم البسيطة وفيهم العالم وفيهم البفهم أكتر مني وفيهم الأقل مني ففيه لفل معين بإطار الوعظة نص الإنجيل هو نص الإنجيل اللي بحكرني هلا اليوم أنا بداية نقول أنا أبو نوردي أحكي موضوع أروحي لن أتطرق المواضيع الفلسفية بخليها للعلماء والمختصين بالفلسفة ولكن بس كتنويه بسيط خلال نص دقيقة أقل بحب أحكي الشك الديكارتي بالفلسفة هو الشك اللي بيقودك للحقيقة ولكن الشك التشكيكي هو قرار حازم بأخذه أني أنا هذه الشغلة مش مقتنع فيها بشك فيها وذات ست ومنتهى الموضوع بحط نقطة على السطر ومبدأ حياتي بموضوع تاني ولكن الشك الديكارتي هو شك المحقق اللي ببحث عن الأدلة عشان يدين فيها أو عشان يأخذ قرار حاسب فيما يخص ملف قضية ما هيك الشك التشكيكي فيه عمله توما اللي هو كان بده يقدر يوصل للناس وتوما وصل للهند ووصل لشرق آسيا ببشارة يسوع المسير يعني كان هو بكف إيمانه اللي شافه من يسوع ما كان راح يبشر بهالطاقة والزخم لو ما أن يسوع قال له تعال وشوف وشاهد نعم نعم أبونا لما نحكي إنه إيمان والعقل والوحي يعني نحرف إنه الوحي من أين نستمده الوحي الله مباشرة من السماء بصوت بصوت أو بحلم أو برأة الوحي بيجي مباشرة نعم بشخص نعم فما في شك فيه دائما يعني بطول الوحي من عند الله من السماء بينما مثلا في كان فلاسفة مثل تومة الكويني وأغسطينوس مثلا هذا فلاسفة الدين كان يقبلان كان ببحثهم وفلسفتهم ودراستهم وعلمهم وعقلهم دائما يقبلان إنه يكون للعقل مكان مقابل الوحي فهن ما كانوا ما إبلوا إنه يكون العقل مكان مكان مقابل الوحي يعني ما بتقدر تحط أنت الوحي والعقل مقابلين بعض ما كان يقبلوا هذا الشي لأنه الوحي من السماء مستمد بتقدرش تبحث فيه صح أو خطأ لكن العقل بتقدر أنك أنت تبحث فيه إذا أنت جبت نظرية معينة فدول الفلاسفة الدينة اللي كانت يعني بعد دراساتهم وفلسفاتهم وبحثهم فطلعوا بهذه النتيجة إنه كانوا لا يقبلوا أن يكون للعقل مكان مقابل الوحي لأن الوحي مطلق لماذا؟ لأن الوحي مطلق زي ما حكيت يا حضرتك نعم فما بقدر أنا أخضعه للبقيس العلمية المتغيرة وصفوا العقل مثل العكاز الشيخ العجوز أي وبيستند عليه لما أنت بستند عليه العكاز لكن مهزوز جميل التعذير طبعا فهو العقل أنه بس إذا نام عليه بوقعه فعشان هيك يقول لك أنه العقل مثل العكاز تتحكز عليه لكن الوحي والشي ثابت المطلق والعقل كمان كل يوم فيه تناقضات طبعا حتى أنا بينه وبين نفسك ما بتقدر إش تجعله حكم تحكم عليه يعني أنه هو اللي يحكمه والحكم ما بتقدر إشي تجعله هو الحكم وإنت ما بتثق أنه هو متزعزع نعم متزعزع فزي ما حكينا هو الإيمان هو المعبر للعقل ومش العقل معبر للإيمان فإنت لما بتؤمن مش يعني أنك بتلغي عقلك لكن تتعكز عليه بتمنطقه نعم طبعا لأنه الإيمان والعقل ومثل ما حكيت في ناس بتقبل أنها خلص تأمن بما ورثته هيك أجدادنا وهيك أبائنا بيصلوا وتقوس والشعائر والآخرة أنا بدي أمشي مثلهم بدي شعودة فلسف ولا أتطلع ولا أتعمق ولا إشي زي ما إحنا ورثنا أنا مآمنة في أبدا يام أبدا كوبي بيست زي ما أبعتم في ناس الأيامات هذه لا بتقعد بتحرر بتاخده كوبي بيست بس بتحرروا حسب منطقها فهذا برضو مش غلط إحنا ما بنا نلغي العقل من موضوع الإيمان لا لكن أنت كل إنسان بلاقي الطريقة اللي يؤمن فيها لكن عليك بالنهاية أنك أنت هل أنت مؤمن أم غير مؤمن فهذا هو السؤال لازم أنت تسأله لها يعني منطق الوحي وعقل يعني المنطق بنفس الوقت أنت بدك تعمد العقل نعم حلو هاي زي أبونا مثلا هذو اللي بحكوا فيه ملعب بالكرة القدم فبتقولك إنه فيه لعيبة والحكم موجودين بأرض الملعب هلأ الشعب اللي الجمهور الجمهور اللي قاعد بيصرخ وبحكي وبيشجع والأخري وكذا وهيك وهذا هنه ما عم بيلعبوا مرة يعني ما عم بيلعبوا وغير فاعلين مش هنه اللي راح يفوزوا أو مش اللي يفوزوا ولا إنه هنه عم بيدفعوا بعطوا الحماس لهاللعيبة اللي بأرض الملعب على أساس إنهم يتحمسوا ويتنشطوا أكتر ويصير عندهم فهيك الوحي الوحي هو اللي بيعطي الحماس للمؤمن إنه يخوض الحياة بإيمانه يقدر يثبت إيمانه فهذا الوحي اللي كان من اللي ياخدوا الأنبياء والرسل بالزمنان واللي كان هو ليعطيهم النشاط إنهم يستمروا في مسيرتهم التبشيرية والإيمانية نعم صحيح كلير الصيغ صباحك نور ومونة النبر صباحك نور يا مونة وساميا شرائحة أيضا بتحبيينا بتحيينا وبتقول إنه حلقة رائعة هي وإيمان بهجات الشرائحة ولبنة هاي ثامع جيلات صباحك نور يا أخت لبنة طبعا حلقتنا للي بحب إنه يشاركها مع أصدقائه أو بحب إنه يفيد حدا تاني غيره ومثلا بقدر يشيرها لأنها راح تكون موجودة بعد قليل على الصفحة رح ننهي حلقتنا اللي هذا الصباح ومنتمنى لقائكم في الأسبوع القادم يوم الثلاثة من نفس الوقت الساعة تسعة صباحا الساعة عشرة عشرة ونص على نورسات تلفزيون نورسات وتليلوميير وبالنهاية نختم بصلاة خاصة أبونا تختم فيها نصلي لمشاهدينا ونصلي كل الأشخاص اللي كانوا معنا على الصفحة الأصدقاء وأيضا ليطلبوا صلاتنا فلكل الناس إن شاء الله بسم الآب والإبن والروح القدس للإله الواحد آمين أيها الإله السماوي نطلب منك في هذا الصباح المبارك أن تحفظ البشرية جمعاء الأخوة والمحبة للإنسان بغض النظر عن منابته وأصوله نصلي لأجل السلام بالعالم وخصوصا في الأراضي المقدسة في فلسطين الحبيبة نصلي لأجل شفاء جميع المرضى حول العالم وخاصة من وباء الكورونا الشفاء العاجل للجميع ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا اذهبوا بسلام المسيح الشكر لله واستجب يا رب لكل الطلبات ونتمنى لكم النهار مبارك وأسبوع مبارك فإلى اللقاء في الأسبوع القادم صباحكم نور آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة